الإنسان المتكبر ما بيعرفش يقول كلمة حلوة إنما الإنسان المتواضع بيقول الكلمة الحلوة في صمويل الأول 25 قصة داود مع نابال وأبي جايل نقرأ يا أحبائي في صمويل الأول 25 وكان رجل في معون مدينة اسمها معون وأملاكه في الكرمل مدينة اسمها الكرمل وكان الرجل عظيما جدا اللي هو نابال ده وله سلاسة ألاف من الغنم خلي بالكم يا أحبائي وألف من الماعذ وكان جزء غنمه في الكرمل فكان بيقبح الغنم بتاعه جزء منه يعني واسم الرجل نابال ومعنى كلمة نابال يعني آسف يعني غبي واسم امرأة أبي جايل ومعنى كلمة أبي جايل فرحت أبيها وكانت المرأة أبي جايل جيدة الفهم وجميلة الصورة خلي بالكم يا أحبائي كلمة جيدة الفهم جات قبل جميلة الصورة وأما الرجل اللي هو نابال فكان قاصيا ورديء الأعمال وهو كالبي يعني من عيلة كالب ابن يفنة وكانت عيلة كبيرة يعني فسمع داود في البرية إن نابال يجز غنمه وداود كان هو ورجاله عايشين في الصحرة ويعني بيأكلوا على قد ما يقدروا يعني وكانوا بيحرصوا قطيع نابال فداود حس إنه من حقه إنه لما نابال إيه بحر إنه ياخد جدي ولا اتنين يعني ولا أكتر يعني عشان الرجالة تاكل لحم فأرسل داود عشرة غلمان وقال داود للغلمان عشرة من رجاله قال إصعدوا إلى الكرمل وادخلوا إلى نابال واسألوا بإسمي عن سلامته خلي بالكم بقى من الكلمة الحلوة وقولوا لنابال حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم زي واحدة خشت على واحدة يقول له إيه نهرك أبيض ويومك مبارك وربنا ينور طريقك فداود بيتكلم كلام حل كلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام فألو حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم والآن قد سمعت أن عندك جزازين أنت النهار ده يعني حين كان رعاتك معنا لم نؤذهم ولم يفقد لهم شيء كل الأيام التي كانوا فيها في الكرمل اسأل غلمانك فيغبرونك يعني إحنا كنا معاك حلوين وبنحرسك فقال له ليجد الغلمان نعمة في عينيك لأننا قد جئنا في يوم طيب كلمة حلوة تاني زي بالظبط ما واحد يقول للتاني نهارك أبيض نهارك طيب جئنا في يوم طيب فاعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولإبنك داود يعني يدينا كده عشر غنمات يدينا عشر جديان نتبعهم وناكل فاعطي ما وجدته يدك لعبيدك ولإبنك داود فجاء الغلمان وكلمه نابال حسب كل هذا الكلام باسم داود فأجاب نابال عبيد داود من هو داود ومن هو ابن ياسا قد كسر اليوم العبيد الذين يهربون كل واحد من أمام سيده دا عبد هارب من شاول ويعني باختصارها لهم ايه يلا يود انت هو ناسب فيه عندنا في الله ما هو كتب قال لهم من داود ومن ابن ياسا قد كسر اليوم العبيد الذين يهربون كل واحد من أمام سيده داود زعل داود داخل بيتكلم كلام حسن بس القلب كان مقفول بتاع نابال فالكلمة الحلوة ما دخلتش قلبه قال مين داود دا خلي بالكم بقى يا حبائي من تأثير برضو الكلام الكلمة الوحشة بقى اللي قالها نابال وقال لهم مين داود دا دا عبد هارب من شاول يلا يود انت هو يعمل ديهم حتى جديد يلا يلا يود انت هو طرده فداود استشاط غضبا وقال طيب ههجم على نابال وسوف لا اترك له باء البحاقت ساب مجموعة صغيرة من الرجال واخد بقية الرجال ويهجم على على نابال ولد من الغلمان جري قال لأبي جايل مرات نابال حقي حصل كذا 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 فبادرت أبي جايل واخذت مئتي رغيف خبز وزقي خمر وخمسة خرفان مهيئة وخمس كيلات من الفريق ومئتي عنقود من الزبيب ومئتي قرص من التين ووضعتها على الحمير في آية بتقول ايه يا احبائي في أمثال سبعتاشر الهدية حجر كريم في عيني قابلها حيثما تتوجه تفلح الهدية حيثما تتوجه تنجح هي أخذت هدية في ايديها وفي أمثال 18 يقول ايه هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء فأخذت الهدية دي وقالت لغلمنها اعبروا قداميها أنا ذا جاية وراكم ولم تخبر رجلها نابان ولما رأت أبي جايل داود أسرعت ونزلت عن الحمار وسقطت أمام داود على وجهها وسجدت إلى الأرض دايما يا أحبائي فيه ارتباط شديد بين الاتضاع ولكلمة الحلو ارتباط شديد بين الاتضاع ولكلمة الحلو الإنسان المتكبر ما بيعرفش يقول كلمة حلو إنما الإنسان المتواضع بيقول الكلمة الحلو داود سجد لشاول ويعقوب سجد لعيسو فدايما الكلمة الحلوة معها اتضاع والاتضاع معها كلمة حلو فسجدت عند رجلي داود وسقطت على رجليه مش سجدت بس يعني خلي بالكم يعني اللي بيسجد دا يسجد قدام كده إنما دي سقطت على رجليه يعني دا اتضاع زيادة شوي وقالت خلي بالكم بقى من الكلام الحلو علي أنا يا سيدي هذا الذن ودع أمتك أمتك دي أنت ست الستات نمالت له أمتك تتكلم في أذنيك واسمع كلام أمتك قالت كلمة سيدي 14 مرة وقالت كلمة أمتك 5 مرات وقالت كلمة جاريتك مرة ايه دا امرأة جيدة الفاه متطادعة فكلامها حل قالت له بس اسمعني لا يضعن سيدي قلبه على الرجل اللئيم هذا على نبال وأنا أمتك لم أرى أمتك عن إتيان السماء وبعدين البركة اللي هي جايبها الخرفان والفريكل قالت والآن هذه البركة التي أتب بها جاريتك إلى سيدي فلتعطى للغلمان السائرين وراء سيدي أنا ما استهلش إنك تاكل من الأكل دا ايه دا ايه دا ايه دا ايه الفكر العالي دا ايه الكلام الجميل دا صحيح جيدة الفاه ومتطادعة فبتقول له ايه أنا ما استهلش إنك تاكل من الأكل إن أنا جايبها الفريق والخرفان والحاجات دي لا لا دي للغلمان السائرين وراء سيدي إنما أنا ما استهلش إنك تاكل من إيدي ما هذا أنا دايما بقف باجي عند الآية دي وقف أمام الاتضاع العجيب بتاع الست دي وكلامها اللي زي شهد العسل شهد العسل خلو للنفس وشفاء للعظام بعدين قالت له واصفح أنزم بأمتك لأن الرب يصنع لسيدي بيتا أمينا لأن سيدي يجارب حسب الرب ولم يوجد فيك شر كل أيامك بعدين بتقول له ايه ارجع عن اتيانك الماء لكي لا تكون لك هذه مصدمة ومعصارة قلب لسيدي أنك قد سفكت دما عفوا برضو في وسط الكلام بتقول له لأ الموضوع ما يستهلش انك انت تتجد لأ وبعدين انت بكرة هتبقى ملك وربنا هيصنع لك بيتا أمينا بعدين الموضوع ده هيبقى مصدمة ومعصارة قلب لسيدي فلا أو أن سيدي قد انتقم لنفسه وإذا أحسن الرب إلى سيدي فأذكر أمتك ما تنساش كلامي ده خلي بالك أنا بقول لك ربنا هيصنع لك بيتا أمينا وهتكون ملكا وانت بارة لعمرك فليه أتسكو قاما عفوا لا لا قالت له سيدي وقالت له أمتك وقالت له جاريتك وقالت له أنا ما استهلش انك تاكل من ايدي بس برضو لا تسكو قاما عفوا فقال داود لأبي جايل مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلكي هذا اليوم لاستقبالي انت ما جتيش من نفسك انت ربنا اللي بعتك جميل جدا في داود ان كل موقف في حياته تلاقي اسم ربنا يعني مثلا لما كان مع جوليات الجبار يقول له ايه الرب يدفعك ليد دايما يحط اسم ربنا دايما ربنا مالي كيانه فقال لها انت ما جتيش من نفسك انت ربنا اللي بعتك ربنا اللي بعتك مبارك الرب إله إسرائيل الذي أرسلكي هذا اليوم لاستقبالي ومبارك عقلك ومباركة أنت الله الله كلام حلو يبسط الست ويا فعلا مبارك عقلها فقال لها مبارك الرب الى إسرائيل الذي أرسلك هذا اليوم لاستقبالي ومبارك عقلك ومباركة أنت لأنك منعتيني اليوم من اتياني الماء وأنك قم يدي لنفسي ولكن حي هو الرب إله إسرائيل الذي منعني عن أزيتك أنك لو لم تبادري وتأتي لاستقبالي لما أبقي ذكر لنبال إلى ضوء الصباح فأخذ داود من يدها ما أتت به إليه وقال لها صعدي بسلام إلى بيتك انظري قد سمعت لصوتك ورفعت وجهك قصة جميلة أحبائي تورينا إزاي أن الكلام الحسن شاهد عسل نبال لما طرد عبيد داود كان ليه أثار على داود مع أن داود دخل بكلام جميل قال له قال لغلمانه قولوا النبال حييت وأنت سالم وبيتك سالم وكل ما لك سالم وأتينا في يوم طيب إزا داخل بروح جميلة وبرضه بيتكلم بكلام مقنع قال له قال له أنت لما كنت بترعى غنمك إحنا كنا بنحروسك إنما نبال كان ليه رد فعلي صعب قوي قلبه المقفول ما استقبلش كلام داود الحلو فطرد الغلمان فالكلمة الوحشة بتاعة نبال كان ليها أثار أبي جايل جايدة الفهم أول ما سمعت خدت هدية كبيرة أول وراحت لداود سجدت قدامه ووقعت على رجليه وقالت له كلاما طيبا جدا جدا وفي وسط الكلام الطيب قالت له لا 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 تقمش لنفسك ولا تسفج بريئا لا لألا بكرة وبعده يبا مصدمة ومعصرت قلب لك قال لها مبارك الرب إلى الذي أرسلك إلي وقال لها مبارك عقلك ومباركة أنت كلمة الحلوة أحبائي شهد عسل شهد عسل كما قال سليمان الحكيم كلام الحسن شهد عسل حلو للنفس وشفاء للعظام كلام أبي جايل شفاء عظام داود وكان حلو لنفس داود وغيرت قراراته ولفت الأيام يقول الكتاب المقدس شهد عسل شهد عسل فمات وداود أخذ أبي جايل ذوج له إنما كلام أبي جايل الحسن الحلو كان زي شهد العسل حلو للنفس وشفاء للعظام شهد العسل الحسن